ازايكو عاملين ايه يا ربكو نبخير وفي احسن حال النهاردة جايلكو فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكو وينشاطك وشجعك يا ست الكل تقوم تشوفي كده اللي وراكي وتتشجعك كده بوفاة المهم بقى يقل بختك كده وامهاتي حبيبي معايا كده في القانون ربنا يديكو الصحة يا رب ويخليكو يلا حطولي احلى لايك من ايديكو بقى فطلا وليس امرا وفعلوا زر الجرازة على كلمة الكل عشان يوصلوكو اشعار بالفيديو اول ما مش عاملة كده معانا اشتراكو بتشوف الفيديوهات يلا اعمل اشتراك خلي الكنوة تكبر وطبعا ما تنسوش احلى كومنت كده من ايديكو الجميلة عايز اقولوكو يا جماعة مش كل فيديو والله العظيمة فكركم الكومنتو واللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيعود تعب يدود في الفيديوهات عشان آآ لما ما تحطيش كومنتو ما تحطيش اللايك بيبقى المشاهدة واقعة لكن لما تحط اللايك بيوصل لعدد كبير من المشاهدين وما تنسنيش بقى في اللايك كده ما تبخلي علي انا عاملالك فطار حلو النهار ده بصوا بقى انا قمت بقى عملت فطار كده وكنت الحمد لله كده نفسيا يعني احمدك واشكرك يا رب آآ آآ عايز اقول لكم والله العظيم انا ما عاربش انتم يعني آآ في ناس كتير فهماني الحمد لله وبتبقى واثقة ان انا كلامي ده مش مجاملة ولا حاجة انتم وشكوا وش خير وحيات ربنا ربنا يخليكم لي على طول كل فيديو اقول لكم كده كفاية تعبكو كفاية مشاهدتك للفيديو كفاية آآ بتاخد وقت كده كل يوم من يومك كده يعني بتضيعي وقت كده كده كبير عشان تشوف الفيديو بتاع وفاية فدي تكفيني يعني فحب ان انا اشكركوا جدا وقول لكم والله والشكوش الخير علي في حياة كتير وربنا يكبر بخاطركم يا رب الدعوات الحلوة اللي انتم بتضعها لي عشان بتبقى من قلبكم مش مجاملة آآ لان انتم ولا عايزين حاجة مني ولا محتاجين حاجة مني يعني الناس بتحبيني كده لله في الله مش محتاجة حاجة مني ولا حاجة عشان تجا مني فالدعوة بتاعتكم الحلوة دية الحمد الله اعدالي آآ ومخلياني الحمد لله احمدك واشكرك يا رب في الاحسن احمدك واشكرك يا رب آآ ومبسوطة جدا بوجودكم معي والله انا بس حبيت كده في اول الفيديو عشان الناس اللي ما بتكملش الفيديو مزعلاني طبعا بس يلا حبيت ان انا اشكركم كده من كل قلبي وربنا يكبر خاطركم يا رب هنا بقى انا قمت حضرتك كده فطار حبيت يعني اهو اعمل حاجة مختلفة عن كل يوم هما مش عايزين فول ولا عايزين يا حمر بطاطس ولا اي حبشتكنات من دية طب ها عامل ايه كده عادت عامل لهم كده سماتيني ها المهم رحت ايه عملت جبنة كده قريش وكان في بيض كده مسلوق حطيته عليها وحطت جبنة بيضة عشان اللي ما بتاكلش القريش وكمان بعدت جبت طعمية صخنة كده وعيز صابح وعملت بقى كل واحد فينا كوباية شاي بلبن وهو ده اللي عندي وزا كان عجبكم ايوة كده بلطاجي طبعا نعمل اي حيرتوني انا بقيت عامل لهم كده بس هما بقى بيحبوا ايه احنا بنحب الشاي بلبن كلنا معادة هنم يعني هنعمل لها كده شوية لبن لوحدها بس ما بتشربش كتير برضو يعني بيبصوا بتناشي فريق يعني بل ما تشرب حبة لبن المهم بقى انا ورايا النهاردة غدا كده محترم الناس اللي بتحبيني اعمل محش يعني فالنهاردة بما اني كده اي مفايقة وريقة وحمدك وشكرك يا رب على كل حال قلت بقى انا عندي يعني كرومباية جوة في قلب المطبخ قربت تستوي من غير مجي جنبها من كتر الحر فالنهاردة حنيت عليها بقى وقلت هعمل معك وكتر كرومبا الناس اللي بتقول لي يا فابا حبك تعملي محش يا هوايا قلب اختك والله ما حرميك بس عايز اقول لكم كرومباية تلعت زي العسل والله تستاهل بقوكم وهشوي بقى فرخية كده على طول مهمة هنزبط الدنيا كده مع بعض بس بعد الفطار بقى انا قلت ايه على طول يعني اقوم هنزبط ايه القودة ديت كده على السريع عشان يعني بقيت الشقة زي الفل نضيف يعني تمام فهي القودة دي مطرح بكنا نيمين والكلام ده كله فهنزبطتها كده وفتحت برضو كده بتاع ديات البلكونة كده وهوتها عشان تبقى نضيفة هي زي الفل بس مطرح العيالي ما كانوا نيمين والكلام ده كله اه وهكنوسها برضو بعد كده نخش ايه نقعد في المطبخ بقى شوية يعني عايز اقول لكم خلاص انا بقيت قبل المطبخ شوية بسبب ايه الجو يعني اهو الجو نوعا ما يعني احسن من الاول انا كنت طول الصفة اشتكي لكم وقولكم مش قادر اقفل مطبخ وكده هو حر برضو مش اقول لك لا بس يعني لا الحمد لله عن الاول اه طبعا عايزة بس اتكلم معاكو برضو كده في اول الفيديو الناس اللي بتحب تسمعني ايه اللي ما بيحبوش يسمعوني انا مش غصبك والله على حاجة اه بص يا جماعة انا يعني بزعل جدا ما كون مسلا طلع في فيديو برد على حاجة بتكلم على حاجة الناس اللي تخش تقول لي والله يا وفاق زهقنا والله يا وفاق مش عارف يا عايزة اقول لكو على حاجة عارفين انتو بتحسسوني بايه الناس بعض ناس كده اتكلمت بطريقة وحشة اه يعني انا مش عايزة اقول لكو ان هي فيديو بالزبط انا اه يعني مؤخرا لقيت كومنتات كده انا اول مرة اشوفها اه كتبت لي والله ازهقنا من الحوارات دي والله ملينا ايه الفيديو ده بقى الفيديو اللي مسلا طلع برد عليه في حاجة طلع بتكلم عادي في حاجة مش روتين ولا اي حاجة اه فزهقتي ما زهقتيش دي حاجة ترجع لك والناس اللي بتقول لي وفاق ما تطلعيش ترد وكده بصوا انتو على دماغي من فوق كلامكم شاقولوكو لأ بس مش معنى اني اني انا بقول حاضر عناية يبقى دا يقلل مني لان في ناس بتتكلم بزوق وفي ناس بتتكلم بطريقة مش مش هي انا حذرت ناس كتير على فكرة اه ما بحبش حد يقلل مني انا ما بقللش من حد ما حدش يقلل مني اه ما يعني ليه ليه لما الواحد مثلا طالع عادي يتفكي بكلمتين دي قانوتي انا حرة اطلع اتكلم اطلع اقول اللي انا عايزة طالما باحترامي اه ما فيش حد يعني ايه ماشي كلمته اني يفضل يقول لي لا اعملي كذا لا ما تعمليش كذا لا سوي كذا لا انا حرة فاستغربت جدا الفيديو دا انا كل شوية لقي كومنتات جات لي كده غريبة الناس مثلا اللي ما شفتوش تخش تاني ايه وفي ناس قاعدة تقول لي تكلم يا وفيه عايزة يحكي احنا عارفيني ان انت ما بتتكلمش مع حد احنا اخوات ليكي ناس طرقتهم حلوة في تكلم فعايزة اقول لكم برضا كعادي انا لو حبيت برضو ان انا اعمل فيديو تاني هتكلم فحاجة هتكلم وما رجع واللي بيزعل اه اللي ما بحبش يسمع ان انت حرين دي حاجة ترجع لكم لكن محدش هعرفني انا هعمل افقانوتي او ما عملش ايه انا مستغيرة انا فاهمة الصح من الغلط اللي ما يتقلش اه الناس يا جماعة اه طريقة كلام معارفين معناه ايه خلاص هم موغدين وفاق بتضحك وتهزر هم مش عايزين وفاق وقت ما يكون في زعل ولا حاجة تطلع تعبر عنه لجوها لا هم قابليني بس من ايه من انا بهزر بتحك اه على طول اه اه بقول لكم حاجات تضحك ومش عارف ايه طب ما برضا كنا بنقاد مزيك وهنا ما بزعلش ولا وقت الزعل مش مقبولة ووقت التفاهم مقبولة ما هدحك ولا زرده بيبقى وقت تفاهم يعني فكنت مستغربة جدا بس برضا كحابة ان انا اقول حاجة لو حابة ان انا اتكلم في حاجة هطلع واتكلم وما انتوا عارفين انا من ساعة ما ظهرت في اليوتيوب انا ما بيهمنيش حد انا عارفة طالما انا صاحف في اي حاجة عادي ما بيهمنيش انا الكومنتات السلبية دي اه ففي ناس حذرتها وفي ناس نستنيا لها تكة تاني واحذرها تمام بس خلاص انا عارفت الكومنتات بتاعته ماما اصلا ما بيظهروش الا في الوقت ده اما يحبوا يرخيموا اه المهم بقى خلاص شطابنا الدنيا زي ما انتم شفتوا كده انا جايبة شوية مشتريات بعد ما رتبت الرخيمة خالص وخليتها ازاي الفل انا حطيت عليها المشتريات عشان هورها لكم دلوقتي قبل ما نبتدي ايه اه الاكل بتاعنا نوضبه والكلام ده كله فما تزعلوش مني انا لو بتكلم معاكو كده انا بفتفض معاكو يعني انا على طول اقول لكم ايه انا ما بتكلمش مع حد انا بفتفض معاكو اه فالمفروض عادي انا اخطوكو وقت الزعل اكون مقبولة وقت ضحك والوزارة كون مقبولة مش الحلو بس اللي بيحب حد بيحبه بكل حاجة طالع ميداي بيفتفض عادي اه اه طالع بيهزر بيبقى مقبول عادي اه مش مش اللي على مزاكو بس طبعا الكلام ده يا جماعة مش لكل للناس اللي كتبت كده بس يعني وهم عارفين اني فيديو وكانوا بيكتبوا ايه يعني اه فاللي دايقني كلمة ايه مبلاش الحوارات اللي بتعملوها دي ابنت روح تعملوا روتين بدل ايه الحوار اللي انت عاملها دوت الكلمة دي بقى اكتر كلمة غزني لاني انا ولا بتاعت حوارات ولا بتاعت زفتي يعني لمواغزة فلما بتكلم في موضوع بيبقى في حاجة يعني حاجة حصلت بس مش اكتر فا اه يتقلي لا لا روح اعمل روتين لا مش هعمل روتين ولما يكون في حاجة احط رجل على رجل واطلع اتكلم عادي انا انا حرة اه فالنسة بتحسسك ايه طالما انا باتحك وهزر اتحكيمي فيها بقى برحتي بقى يعني لا لا وقت الجد جد ووقت الهزار والضحكي عادي بنهزر وبنتحك وبخلي الناس تخرج من اللي هي فيه فخلاص يعني اش معنا انا ما يكون متضايقة ما تقبلش بقى فمش هقول غل ربنا يهدي اه هنا بقى انا قلت يلا يا بيت شوفاء على طول صبيني شوية المعين دون محتاجة الحوط بقى عشان عندي كرنبايا امر كده عايزين ايه نحتفل بيها انا عايزة اقول لكم يا بلى كم يوم هنا فعمل اقول ايه شكلك هتبوزي كده فالمهم اه النهاردة بقى قلت عاملها اه لقيت بس كم ورق اللي بره دول اه يعني سفروا كده فانا قلت ايه خلاص الورق اللي بره ده شلتهم ورقتين والله كده اللي هم كانوا بره بس على الوش اه ده كتر خيرة يا جميع ده انا قلت هي هتستوي الوحدة يعني هتتسلق من كتر الحر اللي هنا بس والله العزمة تتني ورق كتير الكرنبايا ده هي ترعيز اقول لك ادحكوا علي بقى اه هو وقت الضحك حالوة للناس اللي هي ايه بي فاهمت كلام علي بصي بقى انا ما بعرفش اشتري كرنب زي ما انا قلتلكو قبل كده بس يا اختي لازمة نسبة وجودي قدام الراجل المليء لازمة تعود كده تهبيتي في الكرنبا وتشيلي بتحطي فيها وترجي فيها ممكن عاملة ولدة جوة فانا بلاقي الحرين بيعملوا كده فانا بعمل زيه ومشانا باين للراجل ايه معليش يا جماعة البريستيش بتاعي كده ما يضيعش ان انا بعرف فيه وانا اقسم بالله ما بعرف فيه اساسا بس لازمة نعمل جو كده لازمة تعملي جو تثبتي وجودك معليش والله يعني انا حاسة من كتر ما انا بقول كده في الفيديوهات احتمال للناس اللي بجيب منها الخضارة ارفت خلاص عشان في اكتر من حد بيخش على الكنو فاعود اضحك على نفسي وقول خلاص يا وفق كفاية تمثيل بقى هاتي اي كرنبايا وخلاصي بقى بس معلش يا جماعة يعني معلش بريستيجي بينقح عليا برضو يعني فلازمة نثبت وجوده انا بالنيس لكن اجي هنا في اليوتيوب وانا بسجل افضح الدنيا عادي فانا من الناس اللي مبعرفش اشتري كرنب بالبركة كده مرة تطلع مزرعة مرة تطلع حلوة زي ما تيجي يلا احنا ونصبنا ففي بعض حاجات كده تلاقيني فشلة فيهم يعني فعادي بجيبهم بالبركة يعني مش هنجيب كرنب لأ هنجيب كرنب المهم بقى يا قلب اختي كده طلعت حلوة الحمد لله انا بقى وانا بقى الطح قلت بس ده هي مزرعة والبيت وفقا فشل فشل لا يا اختي طلعت نصحة هو ولا مزرعة ولا حاجة عايز اقول لكم بقى انا كنت لما جيت نضفت المطبخ ده مسكت الحوت ده بالكلور من ساعتها بصه منور وبعد كده بقى بالسابون الاصفر ده على طول بدعك وكده يفضل منور كده على طول وإلا بقى لو المية عندي حلوة بقى مش مية ترمب زي كده هيبقى السلستين بتاعه ده بيقبر بيقبر زي ما بقولك كده حطيت اللايك على البختك حطي اللايك عن اعمل اكلة جميلة النهاردة بكون ممسوطة قوي بكون يعني سعيدة جدا بالفيديو بتاعي يعني بالفيديو اللي اكون مثلا بعمل فيه اكل ولا حاجة بحسني يعني انا بقول الحمد لله انا اكل بسيط يعني وزي زيكو في كل حاجة فبفرح جدا لما بلاقيكو الاكل بتاعي بيعجبكو جدا وبتشكره فيه وفي شكله فبكون ممسوطة قوي الحمد لله بصوا انا جبت هنا شوية رز جبت كم كيس رز كده جبت خمس كياس كده عشان لقيت الحبايب بتاعته حلوة لقيت اعمل واحد وعشرين جنيه اسمه غلاوة بين او غالية مش عارف غلاوة بين مش فاكر او في المهم وجبت هنا مكارونة اللي هي الصغيرة والمقصوصة والقلام جبت من كل حاجة كسين والشعرية اللهم صال على النبي يا رب وجبت ايه تاني لا اللي اسباكت كان عندي وبس كده حطيت بقر المكارونة رصستها بالشكل انتوا شايفينه ده والحاجات اللي انا واخدة منها ايه مفتوحة يعني حطيتها على الوش عشان اخلصها الاول هنا بقى جبت الزيت الصابون اللي هي بتاعت اليد دي تحفر حتها جميلة جدا وما كانش عندي ملاديل برضو جبت ملاديل كده قلت الهان اخدي خرجيها برا وحطيت واحدة هنا جنبي عشان بحتاجها يعني وخلاص كده وضبت الرخامة بتاعته عشان حب يكون المطبخ حوالي ينظيف اسناء ما هعمل الغداء عشان يبقى اكلنا كده بنظافة بيفرق يا وفاق او طبعا بيفرق كتير والله يعني ما تبقى اكلت كده بنظافة كده ما تلاقيش حاجة كده ولا كده ولا حاج تطلع عليه ان انت فاهماني ازبور بقى عشان بتخلي مع الكورومبوية دي ايوا بقى اجيها بيت وفاق غزيها بيت اجيها غزة فعليها بيت المهم هنا بقى ايه انا وانا عملة طلعك لا كنت لقيت مزرعة مزرعة بيت وفاق مزرعة بيتكلم نفسي لقيت لا مش مزرعة ولا حاجة الحمد لله جميلة يعني ورمت ورق كتير يعني انا قلت ايه دي شكلها خفيف بس هي مليانة يعني بس قلت خفيفة برضو هنا بقى حطت كيس عشان انا ملمع الرخيمة لميت كله عليها بعد كده رميته على طول فقلت لا ده هي خفيفة برضو كده يعني انا حاسة فيها ورق كتير بس خفيفة فلاقيتها لا مشاء الله رميت ورق معايا كتير عملتلي حلة محترمة يعني بتقعد معنا يومين كده انا تاني يوم بقى 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 برصصه في يعني اللي بيفيد برصصه كده في صنية ومعلقة كده سامنة وبسخنه بيبقى بصي في منتهى الجمال معينا انا عادي بحب الاكل البيت يعني الحمد لله نعمة كفان ايه موجودة يعني هنا بقى ايه مسكت فلفر رومي ناس كتير وكانتش بتحب او مثلا تعرف ناس كتير كانت تقول لي ايه وفق فلفر رومي مع كرم لقيت لكم بقى كتير يعمل زي كده فلفر رومي مع كرم بقى امي بقى هي اللي بتعمل كده فتعودت منها عايز اقول لكم بيدي ريحة والطعم فعلا خرافة او والله العظيم يعني انا الحركة دي تعلمتها من امي يعني اه هنا بقى بص على طول بقى تلاقيني بصب بتاع دي اي حاجة اي حاجة كده لقيها صبنها عشان يعني اخلي الحضة نضيفة عشان هنعمل الاكل كده زي ما انتم شايفين هنا بقى مسكت الطماطم وقلت بقى ايه اخسلها كلها وقطحها وبعد كده بقى اضرب بقى ايه على ما هي يعني انا عملا لخص بقى عشان تعارفين الكرومبي ده دبكة دبكة كبيرة اه فبصوا اه قلت بقى ايه يعني قطح كل الطماطم كده اخسلها وقطحها وحطها في الطبق ده وبعد كده على مهلي بقى على طول بخسل بقى ورق دي عليش بقى مش عايزين نخلي ايه موعين ده كرومبي يا جماعة يعني دبكة عايز اقول لك كل الاكل كل الاكل بالله العظم بيبقى دبكة وبياخد معاك موعين كتير يعني اذا كان كرومب اي نوع محشي اه البشاميل البشاميل اللي بياخد حلال كتير برضو فلو تخسلي ورق ديك كده على طول مش هتخلي حاجة يعني اخت على كمال الرغمة وجمالتها يا اختي يا اختي بص الرخمة بتاعتي جميلة ازاي شفت الرخمة حلوة ازاي معليش يا جماعة فرحانة بالرخمة شوية سيبوني افرح يا جماعة معليش سيبوني افرح اني افرح افرح واني اغرق اغرق هنا بقى كان عندي فلفل رومي يا فلفل قصدي الوان عشان توعرفين انا بحب بعمل المحشي به فطلعت كده ايه فلفل الوان انا غسله طبعا ومجففه كده في الفريزر فطلعت كده ايه نص فلفلة كده احمريكة ونص اصفريك عشان نزبط بيهم التسبيكة بتاعت المحشي ما اروعك يا بيت يا وفي ما اقولكمش على التسبيكة بتاعت المحشي بتاعتي بتجيب اخر الشارع مش قادر اقولكو هنا بقى جبت الحلة بتاعت الامر ديت اللي انا هخدع فيها ومسكت بصلتين بصل كبير يعني انا اللي في ايدي دي اتقدي كاف في ايدي واجمر فخرطتها كده وخرطت التانية وحلوين اوي كده انا بحبة بقى يعني التسبيكة بتاعت المحشي اخرط فيها بصل كتير عايز اقولكو بيخلي التسبيكة طعمها مسكر كده وجميل والله بيفرق معك جربي بست اللي بقولك علشان ملفش وجيل طلعت عيني عبتيني هنا بقى ايه حطيت البصل على النور وبعد كده حطيت شوية زيت وقلت بقى ايه ابتدي كده اشوحة كده وزبط وبعد كده هنزل الفلفل الالوان معيها عشان الاتنين كده يتبالوا مع بعض ويبقى ايه ريحتهم كده من ريحت بعض وهنا الميا لسه مغليتش عشان عايز اتخلص كده من الايه من الكورومباية بتاعت اللي جنينتني ديت اهي اهي والله قلت لحطها كلها ايوة كده هي بقى هتكش كده وهتفش من جنبها ويعني هتاخد الحلة دلوقتي عبتها بقى كده ايه على الناحية التانية عشان ابتدي اسلوعها مجرد ما ااخد منها ورقتين خلاص هيها تنزل كويس ايه في النار وكده انا عايز اقولكو جنينتني اهو قبل ما شلت الكام ورقة دولت لساعة كاملة ساعة اجيب شوكا اتلسع امسك بايدي اتلسع امم قلت هعملك يعني هعملك الليلة ليلتك وهنا برضك كده امي ايه معي البصل على النار مع الفلفل الالوان وبشوحهم عشان انزل الطماطم بس ايه بالمرة بقى يعني قلت هنا وهنا يعني يعني العين دي والعين دي انا اشغل عليه عشان الخص يعني زلوكو عملت شوية محشي ما اروعي كابتش وفيه بفرح بقى انا بايه بالمحشي لما بيكون باية تاني يوم بفرح بيه بقى يبقى سهل بقى تسخني بس وكده وزبطي الدنيا وخلاص هنا بقى الماء يعني فيه ماء ترتشط كده وقيت جنب البوتاجاز دي كلها كده بالشوية دي طول بالشرشوبة عشان الريحة وانا عملت كده فعلا بالفعل يا اختي عملت كده طماطم بقى ايه دربتها كده ورا بعد على طول وروحت منزلها كده في الحلة ولسا بقى هزبط بس قلت ايه اخلص من الايه القتيلة اللي قدامي ديت هنا بقى ايه بحط معلقتين فلفل وبحط معلقتين بهارات معلقتين كمون بصول محشي يعني ايه يعني بهارات يدي له بهارات بهاري كده وحطت واحدة ماجي شوية ملح نستيت احط سنة سكر بس ما يجراش حاجة كفية اختي ايدي اللي قلبتها معلش يا امه ليه مسكرة قلبت بقى التزبيكة حلو خلاص كده تمام زبطنا التزبيط وبعد كده عملت ايه بقى ايه بتشوفي اوه قلت بقى بص المواعين انا غسلتها كترت كترت على الحض وانتو عارفين الحض بتاعي نفسيته اعصابه طعبان عنده بصوا يعني عنده الهزاس كده الواحد يعني عايزة تعالج فقلت بقى شيل المواعين اللي انا عملتها دي كلها وكامل معلش اهو فلما بخلص كده المواعين اول باول والله وانا بعمل الاكل الدنيا بتبقى تاممه كمان اه عايزة نضف الفرخية فهنضف الفرخية انا واسكة بعد ما اللهم صالع لنبي يا رب بعد ما الصفية اتملت كده لو جيت هنضف الفرخية هتطرتش على المواعين لأ معلش معلش احنا تعبانين فيها وعايزين حياتنا تبقى نضيفة على قد ما نقدر كده اهو خدوش مني حاجة وشلتهم ومني خلصت ايه من المنظر ده يعني روائق 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 يا اختي روائق خلصت كده تمام خليت الصفية بص يا جماعة الناس يعني اكتر من حد يخشي لي كده كل فترة يسألني على الصفية الخضرة بتاعت دي والله العظيم انا اصلا نسيت جيب تاممي ولا بكام انا فاكرة ان هي كانت من زمان او رخيصة مش غالية او والله العزيزي مش هتصدقه اصلا دي يعني انا فاكرة كان بكام كان بحاجة واربعين جنيه دي بقالها كتير لكن منين مش فاكرة مش فاكرة دي بقالها سنين معي بس سبحان الله يعدي عليها السنين تبقى جديدة زي ما هي هنا بقى اجد عام بقى بحتفل بالميكروي فانا اول مرة شغله لكن ده طلبت مني بص بسقفة وبسقف وبقول بقى ايشت عليه ايشت عليه طلع لي الكيكة اكني عمليها طبعا انا لسه بجرب بقى كده وعبيطة وخيبة ومش عارف بس انا يعني ماشي ايه حسب اللي مكتوب على اللهم صالح على النبي يا رب في في الكتالوج والكلام ده كله يعني ببتدي افهم فيه كده انا سخنت الكيكة طلعت لي اكني لسه عمليها فرحت جدا بقى اوعد تسقف بقى زي على الصغيرة كده مهم ليش يا اخت انا كل حاجة بحب افرح بيها انا بحب حكت يا جدعيات هنا بقى مسكت الفرخة بتاعت الامر ديت بصت انا قلت بس اخسل الطبق ده خلاص انا مش عايزيه وسع على نفسك يا البختي ايوة كده يا البمك ولا ايه هنا بقى مسكت الفرخة بتاعتي انا لقيت الفرخة دي وحيات رب كلمة اشطى شوية عليها سبحان الله ساعدت جي بيها كده من عند بتاع الفرخة تلاقيها مليانة ولأ عايزة تتزبط من اول وجديد انا لقيتها زي الفل للدرجة انا بدور على الجناحات هنا حتى اتحك ما لقيتش الجناحات الراجر من الضفة لدرجة هريها يعني هريق شاي لنص الجناحات كنت لسه بحب اشيل الطرف بتاع الجناحات ده عشان انتم عارفين بيبقى زفر انا ما لقيتش اصلا نص الجناح فقلت يلا ربنا يعوض علي هنا مزجت الكبدة والقنصية كده روحت ايه غسلهم وهي يا لقيتها زي الفل شتفتاش هتفعه حلوة وشلت اللي في الرقبة وروحت فتحها ايه بفتحها كده من وراء يعني من الاول لحد الاخر كده بسيب حاجة بسيطة اللي في الاخر خالص عشان بقى هشويها بطريقة حلوة كده الناس اللي جربتها يعني قلتلي جميلة جدا يا وفيه بص بقى انا نقعتها هنا في معجون قشر اللمون وفي شوية دقيق واسبتها شوية يعني قلت اسبها كده شوية عبال اه معمل الخلطة بتاعت المحشي معالش بكون برضك الزفرة اللي فيها نزلت والكلام ده كله هنا بقى ايه قلت هقطع بقى الورق بتاع الكرمب والله العظيم انا مسكن الكرمبية ديت قلت ايه دي مش هتطلع ورق وانا بقى ايه بقطعها كده لقيت بسم الله ما شاء الله لا رامت ورق يعني الحاجة ساعدت بايه ايه 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 تبقى بص صلعنية ممكن ما تبقاش كتيرة لا بعد ما تعمليها وانتي شغالها فيها تلاقيها ما شاء الله يعني بس اقول لكم على حاجة يعني ايه دي تجربتي ودي طريقتي والله العظيم جربه بس اللي بقول لكم عليه سمي الله كده وانتي بتمسك الاكل بتاعك ويبي بتعمليه يعني كل ما تمسكي حاجة كده سمي الله وانتي بتخسري معين استغفروا ربنا والله يجربوا كل الكلام ده كده يعني ان شاء الله حياتكو هيبقى فيها بركة والله خلاص كده قطعت الكوروبية بس ما شاء الله مليت لي المصفة ديت وكمان الربع كيلو فلفل الرومي ده حطيته عليها طبعا بعد ما غسلته وهنا غسلت حوالي كيلو وربع كده رز لاني ادوبك وفعلا كان يعني تقديري صح يعني غسلته كده وروحت مصفيه وحطه في طبق كبير عشان الطبق دوت هو اللي هعرف اشتغل فيه يعني من التاني لا كان هيبقى صغير يعني حطيت بقى التسبيكة بتاعت الجميلة ديت وما قدركوا التسبيك رحتها وطعمها واو 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 عليك يا بتشوفي نفسي الدول محشي بتاعي والله حطيت بقى انا كنت مطلعة من الفريزر خضرة لسه الخضرة معينا شفت الخضرة بتقعد معي كتير ازاي والله لأ بس بتنفعني والله بتنفعني اهو بدلا ما لسه هجيب خضرة وهخسل وهقطع هيك جاهزة على طول ومخضرها وجميلة انا مش فاكرة انا من امتى مفرزها معيك والله بردك بحب ان انا حط كده ايه يعني معلش رشة تاني كده من التوابل لو انا كده ساعة المحشي بخرب التوابل يعني بجيب عليها وطيها بخلصها واحط التاني بردك ازبطت الملح ورشة رشة زيت خلاص كده ايه عملت الخلطة بتاعت المحشي بتاعتنا مسحت برضو الرخمة بتاعتش معلش يا جماعة مواجبة بالرخمة كل شوية مسح فيها فرحانة بيها يا جماعة فرحانة بيها هنا بقى ايه مسكت الفرخية خلاص شطفتها شطفة حلوة عشان خلاص كده بقى قلت هي هدبلها قبل ما عد ايه امسك الكوروم بلفه والكلام ده كله والكبد والعونز ديت انا شلتها بقى قلت ايه هبقى ستوقها في يوم تاني الكوكة يعني عشان مش عايزيها يعني هنا حطيت ملح وحطيت فلفل فلفل وخلاص كده هي دي تدبيلة بتاعت الفرخية بتاعت دبيلها بقى تدبيلة حلوة كده ايه مسكت بقى الفرخية بدبيلها من بره ومن جوه ومن تحت الجلد كده طعامها عليش حاك علي انت عندك برد ايه كوكة عبانة شوية عندها برد المهم بقى ايه دبيلت الفراخ بتاعتي من جوه ومن بره بالفلفل والملح وبس هنا باسفل بس الميا منها كده لاني لقيت ميا برضو بتنزل منها خلاص كده انا فتحة الظهر بتاعها عشان تستوي معايا حلو ايه هدخلها بقى الفرن واسبها بقى ايه تاخد وتدي بشكل ودي معا نفسها عبال ما انا الف الكروب بتاعي ده طبعا بقى انا عندي شربة كنت مطلعة كيس كده يفك في الطبق عندي شربة لحمة فقلت بقى ايه هعمل شوية لسان عصفور عشان كنده البرد عمال يروح ويجيلها يعني انتوا عارفين بقى من ساعة المصف ويا على الحال ده وقلت ايه هسقل محشي بقى منه الكلام ده كله بصوا بقى انا اسرع واحدة يعني بحس مش اسرع واحدة برضو يا بيت وفا ما تجمليش اكيد في ناس كتير زي اه بحس ان انا سريعة جدا في لف الكرمب يعني ادي لي كم كرمبوية كده لفهم لك في ثانية يعني انا بقى اختي ايوة ايوة رج يا بيت رجي بقى الارتجاج كده لا ايرادي ايوة كده حطيت بقى ايه الكرمب بتاعي وسقيته كده بالشربة وبعد كده ايه قلت بقى ايه حمر شوية ايه لسان عصفور عشان كوك قلبي وما قالتش حلوة عشان انت مكلتش حلوة كنت قلبي كوك لما بيكون تعبانة يكفيكو الشار اللي بيدي عن نقوة اينا بقى حطيت كده معلقتين صلصة كده على وش الكرمب وروحت هزا كده هزا حلوة كده عشان الكرمب عايز اقول لكم كرمب اصلا بالشكل ده تلع بصي كل اصبع احمر كده وجميل ولونه حلو كده هنا بقى خلاص كانوا اخر حبة كده في الشربة وخلاص على كده زبطنا بقى شوية لسانة عصور طبعا يا رب الفيديو يكون عجبك ان شاء الله الناس اللي بتحب الفيديوهات اللي بعمل فيها اكل هتتصنة ملح برضو كده عشان نزبط الاداء وده كان غدانا النهاردة شوف المحشي بتاعي اختش يفتح النفس زي اما روح كل سبعين يلا مع الفي سلامة استنظري مني فيديو جديد مع السلامة